يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الثلاثاء أكثر من مليون ومئتين واثنين وثلاثين ألف شخص فيما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم نحو مليون ومئتين وستة عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة واثنين وسبعين ألف شخص